اشتركوا في القناة احدثوا هنا عن اهمية توقيع اعلان تأييد السلام بين البحرين واسرائيل مساء خير سيد عبد الرحمن سمعني اسمعك بوضوح تفضل اولا اشكرك واشكر تيفزيون البحرين على مضاقتنا وان شاء الله الحبل عجر راضي ما قلوها بالمثل العربي تغرب اكثر بالنسبة للإعلام اولا انا موجود في مدينة حيفا في شمال اسرائيل اللي بيسموها عندنا في اسرائيل مدينة عروس البحر اولا صديقه عبد الرحمن رحب بسلام الشجعان بقيادة ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة الله يطول عمره هذه اتفاقية بيننا وبينكم بين البحرين والاسرائيل هي اتفاقية ذات انجاز كبير للعرب للبحرين والاسرائيل وهذا يوم تاريخي يؤدي تغيير كبير ليس فقط للبحرين والاسرائيل ولكن الشرط الأوسط بيأكمله يؤدي لتغيير بنسبة للشرط الأوسط بيأكمله لانه ستستاهم هذه اتفاقية يعني عن اسمع التصريحات لكبار انقيادة في البحرين وهذا مضبوط انه التفاقية ستستاهم بشكل كبير في تحقيق السلام والاستقرار والعمل وهذا كمان احنا في اسرائيل لا من كل شيء هذا انه السلام مع الامرات العربية المتحدة ومع البحرين سيحقق الاستقرار والامل في المنطقة نعم كما ذكرت استاذ حسن يعني هناك امل كما ذكرت في بداية الاتصال ان هناك املا بان تنظم المزيد من دول المنطقة الى اتفاق السلام هذا مع دولة اسرائيل لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة والعالم ما هو الاثر المترتب من توسيع دائرة الاطراف الفاعلة في منطقة الشرق الاوسط على الدفع قدما بعملية السلام في المنطقة صديقة عبد الرحمن دولة اسرائيل تسعى كثير بحقيقة السلام حقيقي مع جرانها منذ قيامها من 1948 على ايام جولد ماير اول رئيسة حقومة اسرائيل اسرائيل كانت بدأ سلام مع جرانها صنعة السلام مع الاردن ومع اصر في عام 1970 في ايام السادات وبيجين والمرحوم رابين اتحاك رابين والملكة الحسين مع الاردن واعتقد ان هذه الاتفاقية ستزيد من وحدة الفهم ان الوقت قد حان للماضي قدما وانه يجب لا نبقى عقلقين بشكل دائم في الماضي يا اخي هناك الدول الاخرى اللي بقى عرفين تدرس هذه التطورات الاخيرة اللي نراها بقيادة الإمارات والبحرين وكل عمل ان هذه الدول تختار ايضا نهجا متشابهة ومشابهة لنهجة الامارات ونهجة البحرين اللي هم عملوا صنعوا والسلام واعتقد ان المزيد ومزيد من الدول تدرك هذه ان اولا اسرائيل لا يساعدوها لا يدوها لا يدوها لان اسرائيل كل الدول اللي معنية في سلام لا يوجد حدود ولا يوجد الزعاة على ارض مع اسرائيل يعني الزعاة كانت مع مصر والاردن والحمد لله انتهت في التفاقيات السلام احنا بدنا نكون كل هذه الدول تكون شريكا متفاهم لكل المصالح وتطلعات المشتركة في منطقة شهر الانصر نعم كما ذكرت في البداية ان هذا الاتصال هو اول اتصال لكم مع تلفزيون مملكة البحرين وبكل تأكيد لن يكون الاتصال الاخير لان رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله ورعاه تؤمن باهمية الحوار والتفاهم للوصول الى الاهداف المشتركة بيننا جميعا لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم السيد حسن كعبيا الناطق باسم الخارجية الاسرائيلية كنت معنا من العاصمة الاسرائيلية تل أبيب شكرا جزيلا لك